مرحبا وتحياتي لجميع الأصدقاء أتمنى أن تبقى حياتي دمعة وابتسامة دمعة تطهر قلبي وأشارك بها منسحقي القلب وابتسامة تكون عنوان فرحي بوجودي هكذا كتب جبران في توطيئة كتابه دمعة وابتسامة الصادر في سنة 1914 هذا العمل الرائع ككل أعمال جبران هو عبارة عن مجموعة من المقالات والقصص القصيرة وقصائد وخواطر كان جبران قد كتبها لصالح جريدة المهاجر في الفترة ما بين عامي 1903 و1908 وتتمحور مواضيعها حول الطبيعة والإنسان والوجود والجمال والقيم والمجتمع واقعا دمعة وابتسامة كتاب لا ينتمي إلى فئة كتب القراءة السريعة بل يحتاج إلى تأني وروية وتدبر لما فيه من حكمة وموعظة ومعانن رفيعة ولن يكون باستطاعتك وأنت تقرأ الكتاب أو أنت تقرأ جبران بصفة عامة إلا أن تقف في كل مرة مذهولا من هذا الدفق الهائل من الإبداع ومن جمالية لغة كل كلمة فيها تجسد لوحة بحد ذاتها أيضا لن يسعك إلا أن تلحظ هذا المعين المعرفي لجبران المتعدد المشارب والذي لا ينضب وسأستحبكم في هذه الحلقة المختصرة في جولة داخل أرويقات هذا الكتاب طبعا لنتعرف عليه عن كثب وهذه هي غاية الحلقة التعريف بكتاب دمعة وابتسامة وليس مثلا القراءة في حد ذاتها فإذا بدأنا جولتنا من مقالة نشيد الإنسان أو نشيد الإنسانية هذه المقالة التي سترين جبران في بعده الثقافي والروحي الكوني وذلك عندما سيحدثنا عن روحي الخالدة التي فاضت عن العقل الكل للوجود وبدأت بالتالي رحلتها في هذا العالم الأدنى عالم الأرض والمادة طبعا بنفس صوفي وبنفحات سينوية بين قوسين وطبعا جبران هو المؤمن كما نعلم بخلود النفس وتقمص الروح سيطلعنا جبران في هذه المقالة على رحلة روحه كما قلت ما بين العصور والأزمنة المختلفة وكيف أنها كانت باحثة عن الكمال وعن الحقيقة وعن الاتصال بموجد الوجود فيقول في بعض أجزاء هذه المقالة أنا كنت منذ الأزل وهأنا ذا وسأكون إلى آخر الدهر وليس لكيان انقضاء سبحت في فضاء لا نهاية وطرت في عالم الخيال واقتربت من دائرة النور الأعلى وهأنا الآن سجين الماندة سمعت تعاليم كونفوشيوس وأصغيت لحكمة إبراهما وجلست بقرب بوذا تحت شجرة المعرفة وهأنا الآن أغالب الجهلة والجحود كنت على الطور إذ تجلى يهوى لموسى وفي عبر الأردن رأيت معجزات الناصري وفي المدينة سمعت رسول العرب وهأنا الآن أسير الحيرة جالست سحرة عيندور وكهنة آشور وأنبياء فلسطين وما برحت أن شد الحقيقة أما في مقالة صوت الشاعر في هذه المقالة سيتجلى حس جبران الإنساني المحب للخير والعدل والسلام لكل البشر كل البشر الذين كانوا أو البشر الذين هم في عرف جبران جميعهم أخوة له في الإنسانية طبعا متخطيا بهذا الموقف يعني كل الفروقات التي أوجدها بعض البشر بين أبناء البشر أيضا يمكن أن نعتبر هذه المقالة صوت الشاعر درس عفوا عظيم درس جبراني عظيم يدعو إلى نبذ العصبية والعنصرية والحروب والعنف وبالمقابل يدعو إلى التسامح والإخاء والوحدة الإنسانية فيقول جبران في هذه المقالة يبدأ بالقول البشر ينقسمون إلى طوائف وعشائر وينتمون إلى بلاد وأسقاء وأنا أرى ذاتي غريبا في بلد وخارجا عن أمة واحدة فالأرض كلها وطني والعائلة البشرية عشيرتي ومن ثم يصل يقول أحن إلى بلادي لجمالها وأحب سكان بلادي لتعاستهم ولكن إذا هب قومي مدفوعين بما يدعونه وطنية وزحفوا على وطن قريبي وسلبوا أمواله وقتلوا رجاله ويتموا أطفاله ورملوا نساءه وسقوا أرضه دماء بنيه وأشبعوا ضواريه لحوم فتيانه كرهت إذاك بلادي وسكان بلادي وبعد ذلك إذا اختصرنا سنرى جبران يوجه في نفس المقالة مثل نداء أو خطاب وجداني بكلمات رائعة إلى أخيه في الإنسانية فيخاطب بهذه الكلمات قائلا أنت أخي وكلانا ابن روح قدوس كلي أنت أخي وكلانا ابن روح قدوس كلي وأنت مماثلي لأننا سجينا جسدين جبلاء من طينة واحدة وأنت رفيقي على طريق الحياة ومسعفي في إدراك كل الحقيقة المستترة وراء الغيوم أحبك ساجدا في جامعك وراكعا في هيكلك ومصليا في كنيستك فأنت وأنا ابن دين واحد هو الروح وزعماء فروء هذا الدين أصابع ملتصقة في يد الألوهية المشيرة إلى كمال النفس أنت أخي وأنا أحبك لماذا إذن تخاصمني لماذا تأتي بلادي وتحاول إخضاعي إرضاءا لأئمة يطلبون المجد بقولك والمسرة بمتاعبك لماذا تترك رفيقتك وصغارك متبعا للموت إلى أرض بعيدة من أجل قواد يبتغون ابتياع المعالي بدمائك والشرف الرفيع بأحزان والدتك يقولون أن حب البقاء يوجب الاعتداء على حقوق الغير وأنا أقول أن المحافظة على حقوق الغير هي أشرف وأجمل مآتي الإنسان وأقول أيضا إن كان بقاء يوجب فناء سواي فالموت إذن ألذ لدي وأحب أيضا وفي نفس السياق وتعادة جبران سنراه ينحاز إلى الفقراء والمعذبين في الأرض ها هو هنا مثلا في هذه الشذرة أو الفقرة لا فرق سنراه يعني سيخاطب الفقير بيا خليل الفقير فيقول يا خليل الفقير يا من ولدت على مهد الشقاء وتربيت على أحضان الذل وشببت في منازل الاستبداد أنت الذي تأكل خبزك اليابس بالتنهد وتشرب ماءك العكر ممزوجا بالدموع والعبرات أنتم يا إحباء الدعفاء شهداء شرائع الإنسان أنتم تعساء وتعاستكم نتيجة بغي القوي وجور الحاكم وظلم الغني وأنانية عبد الشهوات ونصل في هذه الجولة إلى مقالة رؤيا هذه المقالة التي ستشعرنا بنسمات نتشوية بين قوسين تلفح العقل وذلك عندما سنرى جبران ينتقد انقلاب القيم وانحطاط الإنسان وترسخ النفاق في مجتمع الأرض هذه الأمور التي كما سنرى يجريها جبران على لسان فتى تصوره من أبناء عالم الفضيلة التامة أو المدينة الفاضلة الكاملة ما حدث أن ابنة الإله جوبيتير أحبت أن تعرف هذا الفتى اليافع الذي يعيش في عالم تسوده الفضيلة أرادت أن تعرفه على كوكب الأرض وعلى الإنسان فأخذته إلى الأرض ووضعته على قمة جبل شاهق مطل على مجتمع البشر فلنستمع إليه وهو يصف لنا مشاهداته فيقول رأيت الكهان يروغون كالثعالم ورأيت الفقراء المساكين يزرعون والأغنياء الأقوياء يحصدون ويأكلون ورأيت الظلم واقف هناك والناس يدعونه الشريعة ورأيت لصوص الظلم يسرقون كنوز العقل وحراس النور غرق في كرة تواني ورأيت الحرية الحقيقية تسير وحدها في الشوارع وأمام الأبواب تطلب مأوى والقوم يمنعونها ثم رأيت الابتذال يسير بموكب عظيم والناس يدعونه الحرية رأيت الدين مدفونا طي الكتاب والوهم قائما مقامه ورأيت المتطفل على موائد الآداب يدعي والمدعو إليها صامتا رأيت المال بين يدي المبذر شبكة شروره وبين يدي البخيل مجلبة لمقت الناس وبين يدي الحكيم لم أرى مالا فصرخت متألما من هذا المنظر أهذه هي الأرض؟ أهذه هي الأرض يبنى الآلهة؟ أهذا هو الإنسان؟ وختام جولتنا أو ختام هذه الجولة يعني سيكون مع الشذرة الأخيرة لنختم مع الشذرة الأخيرة في الكتاب والمعنونة أيضا بعنوان خاتمة فيقول فيها جبران كي نختم جئت لأقول كلمة وسأقولها وإذا أرجعني الموت قبل أن ألفظها يقولها الغد في الغد لا يترك سرا مكنونا في كتاب لا نهاية جئت لأكون للكل بالكل والذي أفعله اليوم في وحدتي يعلنه المستقبل أمام الناس والذي أقوله الآن بلسان واحد يقوله الآتي بألسنة عديدة فأخيرا يعني أنها جبران أحد المقالات بوصية يعني أرى أنها مناسبة جدا لنختم بها قال فيها احفروا على لوح قبري ها هنا بقايا من كتب على أديم السماء بأحرف من نار فهذا هو جبران وهذا هو كتاب دمعة وابتسامة طبعا الذي أنصح بقراءته كتاب رائع ممتع وحكيم في نفس الوقت وشكرا وإلى اللقاء